تمكنت مصالح الأمن مرفقة بفرقة التطهير بالمصلحة الولائية للأمن العمومي لأمن ولاية غلزان من حجز 13 قنطار و25 كيلو جرام من اللحوم البيضاء غير الصالحة للاستهلاك محملة في 37 صندوقا وذلك بعد توقيف شاحنة وأثناء مراقبة وثائقها وتفتيشها اتضح أن ملكها يحمل لحوم بيضاء غير مستوفية لشروط الحفظ وحيث تم توقيفه رفقة الشاحنة وعرضها على الطبيب البيطري لمعينتها حيث تم تحرير شهادة حجز لعدم صلاحية الحمولة